والتحقتي بالمعهد العالي للسينما بالضبط يعني عايزة أقول لك اكتسبتي منه إيه يعني أنت تملكي موهبة لكن اكتسبتي إيه من المعهد المعهد علمني حاجات كتيرة طبعا طبعا جزء الحرفي الحرفة نفسها بتاعت السيناريو والسينما وكده بس كمان أنا كنت محظوظة جدا لأنه أستاذي على مدار الأربع سنين في قسم السيناريو كان دكتور يحي عزمي دكتور يحي أستاذ كبير طبعا أنا مدينة لي بكل حاجة يعني أنا لو قعدة دلوقتي قدام حضرتك فده بفضله حقيقي هو مش بس علمني أو علمنا كدفع حرفية السيناريو بس على الأقل بالنسبة لي أنا بشكل شخصي هو علمني كمان أقرأ إيه أدور إزاي أبص على العالم إزاي وتعامل مع الشخصيات الدرامية إزاي يعني فتح أفقي على حاجات كتيرة خاصة أنا كنت برضو جاية في نقلة شوية من أنا جاية من فرنسا في سن معين صغير حارك شوية على المعهد وداتي دراسة مخالفة تماما وهي الاقتصاد بالضبط يعني مقدرش أدعي أنا أنا مكنتش أجنبية راجعة مصر أنا في الآخر عاشت في فرنسا وقت قليل فكنت جاية مرتبكة برضو شوية وهو قدر يحتوي الارتباك ده لا دكتور ريحي عازمي الحية بنقدم له كل الاحترام اشتغلتي بعد ما اتخرجتي في مجال الإعلانات لفترة أنا بدأت أشتغل في الإعلانات وأنا بدرس آخر سنتين في المعهد كنت فريلانسر في شركة دعية وإعلان وسنة كمان بعد التخرج وبعدين حسيت أن أنا لو كملت في الإعلانات عمري ما هشتغل في السينما لأنه الإعلانات بتستهلك كل الطاقة هيا شغلانا في حد ذاتها مش مرحلة يعني فكان لازم أختار هل أنا عايز أكمل في المجال بتاع الإعلانات ولا عايز أتفرغ للسينما فقررت التفرغ وكانت البداية كيف؟ البداية الكلام ده كان أنا تخرجت ألفين وسبت الإعلانات في ألفين وواحد وقعدت فترة طويلة جدا بجرب بقى حاجات كتير باشتغل دوكيمنتريز باشتغل شغل أطفال حاجات للأطفال بترجم الأفلام لديزني والأفلام الكارتون عشان الدبلاج وكده وقعدت وكتبت أفلام قصيرة مع أصدقائي وهكذا لغاية في ألفين واربعة قابلت كاملة أبو ذكري أيها وبدأت رحلة فيلم واحد سفر لكن قبل ألفين واربعة هو يعني ممكن نقول أنه نوع من من اكتشاف الزيت لسه أنا أجرب وبختبر نفسي في مجالات مختلفة ودلوقتي لما بشوف الكوئيد ده بقول كنت يعني دي مرحلة اللي نضقت فيها عشان أبقى مستعدة أن أنا مثلا أكتب فيلم زي واحد سفر ترجمة نانسي قنقر